للمرة الثانية في أقل من شهر ينتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة الوزن بين المصريين وخاصة عند الشباب بعد أن كشفت نتائج المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة التي كانت أولوياتها مكافحة التهاب الكبد الفيروسي سي المبادرة كشفت أن 6 ملايين و749 ألفا و115 شخصا يعانون من السمنة المفرطة من عينة قدرها 17 مليون نسمة أصبحنا الدولة رقم 4 في انتشار السمنة في العالم نحن كنا دورة رقم 14 من 20 سنة نسبة السيدات السومان في مصر لعندهم مرض السمنة أكتر من 70% ونسبة الرجال اللي عندهم مرض السمنة أكتر من 50% نحن نعمل في نفسينا كده ليه؟ تصريحات رئيس الجمهورية أثرت جدلا واسعا في شارع المصري ما بين مؤيد ومعارض كما تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي ضمن إطار ساخر على فكرة نحن نشوف الناس في أوروبا ما فيش حد تخيني يا جماعة كلهم عادي فده قرار حلو والله بس ما تبصوا لاش بقى بنظرة اللي احنا مش لقين ناكلوا كلام ده ده هو عايز مصلحتنا مش أكتر لو بطريقة ده هي موت الشعب نحن عايزين ما يجيش على الشعب فيه ناس برضه أنها بتحب تأكل كل حي أنا هو مش هحط برنامج علينا رسمي أننا لازم يكون إكباري البعض اعتبر الاهتمام بصحة العامة للمواطنين جزء من عمل رئيس الجمهورية محاولة وصف الأمر على أن صورة من صور التنمر منصوبة لرئيس الجمهورية هذا أمر مخالف لحقيقة الواقع مطالبات السيسي للمجتمع ككل ومؤسسات الدولة بالتدخل لحل ظاهرة زيادة الوزن رأى البعض أنها إشارة لزيادة قريبة في أسعار الطعام ترجمة نانسي قنقر